دقيقة الصمت اللي حضراتكو شايفينها اللي بدأت بيها القمة الملغاة كانت على روح واحد من شباب الاهلي زهور الاهلي الياني على الحقيقة لانه بالامس رحل شاب من شباب الاهلي النابغة واحد من كوادر الكرة الافريقية حتى مش الكرة المصريبات لانه برحيل عمرو مصطفى فاهمي اعتقد كرة القدم الافريقية فقدت اسم كبير فيها اسم شاب كبير كان عنده طموحات كبيرة وعنده جهود جبارة وعنده ايد نظيفة قوي لانه اللي عملوا من كشف الفساد في اروقة الكاف استحق معه الترحم على روحه التي فاضت بالامس بعد الصراع مرير مع المرض شيعت بالامس باش مهندس او شيع جثمان عمرو فاهمي بكرة ان شاء الله التلات المهندس مصطفى فاهمي والعائلة تتلقى واجب العزاء في مسجد الشرطة في الشيخ زايد للمهندس مصطفى فاهمي واحد من رموز النادي الاهلي الكبار واحد من اصحاب اليد الكبيرة في الاتحاد الافريقي وتطويره عايز اقول لكم ان ده امتداد لجيل عظيم اذا كان جده مراد فاهمي وكيل شرف النادي الاهلي وكان احد مدربي ومدير الكرة في تاريخ النادي الاهلي عمه كمان او والد جده عزيز فاهمي كان حارس منتخب مصر في كاس العالم 34 والده المهندس مصطفى فاهمي تولى ادارة الاتحاد الافريقي كسكرتير عام خلفا لوالده من 82 حتى انتقل الى الاتحاد الدولي لكرة القدم في اعلى منصب يمكن ان يتبوأه اي مصري المهندس مصطفى فاهمي كان مدير قطاع المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم ومن ثم سارى عمر فاهمي على نهج والده واجداده ارتبط بالنادي الاهلي ارتباط وثيق جدا وكان واحد من المطهرين في اروقة الكاف وكان ليه دور كبير جدا في ما وصلت لي الامور يعني لما تعلم ان صراعه مع المرض كان من سنة ونص لم ينشغل بمرضه ولكن ينشغل بما اعتقده وطيقن انه مسئوليته وارسلته ايه فظل يناضل فيما اعتقده قضية عادلة ايه ستكشف الايام القادمة لان دي هو مكانش يعني لو قرشين عند حد فينتهي الامر بالزبط بوفاته يعني او لا دا كت قضية يعني عامة وقدموا استنداتها وقدموا استنداتها وقدموا وطلع بعض التصرحات بتدعم مقاله الله اعلم ما قال هذا الامر ايه هل يعني بوفاة الفارس والمناضر من اجل الحق اه حيبتدي بقى يعني اغفال الامر عن هذا ولا الاتحاد الدولي حيكملوا هذا على الارجح لما يقول لنا يا براءة يا ايدانا يقول لنا اه الحقيقة لكن انا اللي يعنيني الجزء الشخصي اللي في الشخصية دي هذه الشخصية الوعدة التي كانت تمتلق او تشي بكثير من الوعود اه في تقديم كادر رياضي اقليمي دولي اه مهم جدا امتداد لأسرة عريقة الصديق العزيز مصطفى مراد فاهمي والذي كان في وقت ما عضل بمجلس دارة النادي الاهلي صاحب اليد النظيفة والمواقف المحترمة اه بنعزي بنقوله نعزي انفسنا فقدت الكرة المصرية والعالمية واحد من انبل الابناء اشتركوا في القناة